العمل في الإسلام عبادة وخاصة إذا كان العمل لغايات خيرية أو لغايات طيبة أو لغايات نفعية وليست لضرر يصيب سواء الفرد أو المجموعة فبالتالي هو جزء من العبادة لكن ما هي هذا بشكل عام؟ لأن طبعاً الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن العمل وحثنا عن العمل لم يكن مجرد كلام نظري بل بالعكس عليه الصلاة والسلام كان في شبابه راعياً للغنم أنتم تعلمون هذا كان تاجراً وأميناً على التجارة وحتى أنه أشاد بالعمل اليدوي إلى درجة أنه قال أنها مهنة الأنبياء رعي الأغنام فكل الأنبياء عليهم السلام رعوا الغنم وحتى فيما بعد لما مكن له الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى المدينة مارس مهام أخرى أيضاً في العمل في المهنة وهي مهام الحكم وإدارة الدولة بكل اقتدار إذن فشخصية النبي عليه الصلاة والسلام وشيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست سوى تطبيق عملي وتطبيق ميداني لما كان عليه الصلاة والسلام رفعه كشعارات في الرسالة النبوية التي بلغها عن ربه طيب إذن بالعموم نحن نحاول أن نلخص الشروط أو العامة للعمل في الإسلام أولاً أول هذه الشروط أن العمل في الإسلام يقوم به الأكفاء هناك الكفاءة يعني لا يمكن للعمل إلا أن يكون من اختصاص الكفاءات كل تخصص إلا وله أهله وأهل مكة أدرى بشعابها ولذلك الشرط الأول أو الميزة الأولى لأخلاق العمل في الإسلام هي تولية الأكفاء الشرط الثاني هو في العمل حتى يكون إسلامياً وحتى ينسجم على أخلاق الإسلامية أن تنسجم شروطه مع أخلاق المجتمع المسلم يعني لا يمكن لكل عمل بإطلاق أن يكون موافقاً للشريع الإسلامي لا هناك مجموعة من الضوابط التي تنظمها حديث النبو الشريف قبل قليل وضح لنا أنه إذا كانت غائية العمل هي ونوايا صاحب العمل هي التي تحدد ما إذا كان ينسجم مع أخلاقية المجتمع المسلم أم لا من العنص الموالي يوضح لنا الأمر أكثر أن يكون مباحاً وطبعاً مباحاً وتعلمون أن الأصل في الدين الإسلامي هو الإباحة قبل التحريم والمنع أن يكون مباحاً أي أن يكون منسجماً مع ما تسمح به الشريع الإسلامي بصورة نعم وهو مجال ما شاء الله يعني واسع ومرن وبالتالي يسمح للأعمال بشكل كبير من الإبداعية أن يكون نافعاً هذا مهم ومهم للغاية هذا حتى في النظرية الاقتصادية المعاصرة هذا متطور جداً لأن كثير من الأعمال اليوم في عصرنا هي ليست نافع صناعة الحرب صناعة الدمار صناعة المخدرات صناعة أدوات القتل صناعة كل ما كان غير نافع لا ينسجم مع النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل هذا مهم للغاية أخيراً أن لا يؤدي فعله إلى محرم لاحظ معي أن لا يكون هو بحد ذاته محرم وأن لا يؤدي فعله إلى إنتاج شيء يعني ممنوع ومحرم من وجهة نظر الفقهي إذن ما هي الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها بكل اختصار طبعاً لأن هنا نختصر قدر الإمكان سنخرج بهذه العبارة التي ذكرها الجون دي وهي أن ليست أخلاق العمل في الإسلام تعبيراً نظرياً يعني قول خطابي يعني مجرد شعرات خطابية وإنما هي منهج واقعي يستمد من صميم واقع الإنسان باعتباره فرداً وجماعة يعني يراعي المنهي أو النظرة الأخلاقية للعمل في الإسلام تراعي حاجات الفرد وحاجات الجماعة هاجسها الأساسي هو هذا وطبعاً يحكمها التشريع الإلهي ولذلك تظهر الأخلاق الإسلامية في مستويه فردي واجتماعي وهي تؤكد حرية الإنسان وإرادته في الإختيار وتحموله المسؤولية فالفرد مسؤول عن عمله واعي بحاجته ومصالحه الشخصية محقق للنفع العام ولمجتمعه بأسره هذه إذن خصية أو إجمالاً للنظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل تحديداً المسألة هنا أن الإسلام ليس خطاباً رناناً مثالياً أدبياً أجوفاً لا وإنما هو في الواقع خطاب ديني أخلاقي محايث ومتلامس مع واقع الإنسان فهو ينظر إلى الإنسان في واقعيته الفردية والاجتماعية وربما هذا ما يعطي للإسلام الخلود والاستمرارية لأنه مناسب لكل زمان ومكان